السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مصر رضا البيومي من كناة انجليز اولاين اهلا بكم حبابي ابطال الصف الثاني الى اعدادك في فيديو النهاردة بازن الله حل معاكم اسئلة الدرس التالت والرابع من الوحدة الثانية من كتاب جم نسخة عام الفين اربعة وعشرين والصبحات اللي هنحلها النهاردة هي الصبحات من اول الى هنبدأ كده الاول بحل الاسئلة الخاصة بالكلمات وبقى كده عليك لو عجبك الفيديو النهاردة واستفدتم منه تنزل تدوس لايك وتعلق بالتعليق واشترك كمان في قناتنا وفعل زر الجرس لأول مرة تشاهدنا. والهنا بتلحق بالطائرة وتاخد الطائرة من طبعا المطار اللي هو الكلمة دي معناها ان انت ليس مع الناس الاخرون ما بتكونش مع الناس يبقى انت كده بكون بمفردك اللي هي ودي طبعا كلها من التعريفات هوت وبالتالي هنا دي تعريف لكلمة الصحرا اللي هي بvable الصحرا هي اللي يكون ارجى جافة جدا يعني الشخص اللي هو الشاكل من طائر الشخص اللي هو الشاكل المبكتندة بيقوله هنا هو الشخص الذي وبعد كده يب Bev هو الشخص اللي بيشكر الناس مع ها شاكل وبالتالي ايه بيشكر اللي هو بعد كده يقول لنا لما بتدعو شخص الى منزلك بيكون هو ايه بقى بيكون طبعا الضيوف بتوعك وضيوف يعني عندما يتزوج شخصين بيعملوا ايه بقى بيقوموا حفل زفاف وحفل الزفاف اللي هي وهو اعتطلابات ما بينها وما بين دي معناها ازالة العجد الضر بقول لك بيكون حذرا كده لما تيجي تقطع الخمز لان السكينة حادة حادة جدا وحد يعني ايه يعني شرب طبعا سالفي بيجي معاها ايه بيجي معا حطنا هنا للفعل عشان ايه بيجي بعدها الفعل المضاف له لما الناس بتسافر بيحط الملابس بتاعتها في ايه بيحط ملابسهم فين في حقيبة الصفر اللي احنا قلنا على حقائب الصفر صديق المقرب والمفضل عاوزو من الصفر بصفة بجملة تانية بقول بيجعلني دايما اضحك يبقى صاحب دا ايه اه متحك اللي هي funny انا بحب باجلس على ايه او فين من الفصل يعني عشان اكون امام الصبورة يبقى بحب باعد في مقدمة الفصل والمقدمة دي بنقول عليها طبعا في المقدمة هي كل شيء في العالم مش مصنوع من البشر والانسان يبقى دي حاجة طبيعية والطبيعة اللي هي عندما تقوم بشيء ايه لشخص ما هذا بيجعلك تشعر بالسعادة يبقى لما بتعمل حاجة ايه حاجة عطوفة وعطوفة طبعا يعني ايه kind something kind الصفحة اللي بعدها هنا بقول لي اللي هي درجة الحرارة بتكون 37 درجة يبقى دي درجة الحرارة الطبيعية والعادية وعادي يعني ايه يعني 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 الجلد بتاع الحمار الوحشي بيكون طبعا مقلم او مخطط ويمقلم او مخطط يعني stride nobody likes to live in there يعني لا احد بيحب يعيش فين because it's very hot ده لان الجو بيكون ايه حر جدا هناك يبقى محدش بيحب يعيش في من الطبيعي كده ان انت ايه when your father is late لما والدك يتأخر وبالتالي من الطبيعي انت تقلق ويأقلق يعني get worried to feel ان انت تشعر بيبقى means feeling happy ان انت تشعر بالسعادة about the good things in your life بشأن الاشياء الجايدة في حياتك يبقى انت كده تكون ايه grateful وكلمة مهمة جدا يبقى الدكتور سامي ده هو بالنسبة لمسيز هالة ايه اكيد زوجها وزوج يعني ايه يعني لكن مش هينفع يكون زوجها ولا ابنة ولا سستر لاني تقول سيدات انا كنت سعيد لان كانت اول مرة تو بعد كده كانت اول مرة ان انا اركب على الطائرة طب يركب على يعني ايه على الطائرة يعني get on a plane يركب على الطائرة بعد كده this is my baby sister يعني ديت اختي الرضيعة she is وبعد كده everyone liked her likes her يعني كل شخص بيحبها وبالتالي هي ايه هي sweet وسويت يعني جميل this is a photo of my parents يعني دي صورة ايه لولدية بولي they are very happy هم في الصورة سعداء جدا يبقى هنا السورة ديات لحفل زفافهم طيب حفل زفاف والداء يعني ايه يعني wedding this is a or an film i advise advise يعني يمصح i advise you to watch it انا بنصحك ان انت تشاهده يبقى الفيلم ده فيلم ايه اكيد مثير ومثير يعني exciting لكن مش هيكون ممل اللي هي boring ولا اقل كبيح ولا unhappy غير سعيد our teacher always stands يعني المدرس بتاعنا دايما بيقف وبعد كده the middle of the class يبقى عاوزه اللي بيقف في المنتصف الفصل ويهي في المنتصف يعني يعني in the middle سالوة is وبعد كده ready to take a photo يبقى يستعد ويجهز يعني يعني get ready وطبعا هنا هتطلع ing عشان جائب لها is if you are tired اذا كنتم مرهقا ومتعبا why don't you لما لا وبعد كده rest كلمة rest قلنا في الشرح قلنا بيجي قبلها ثلاثة افعال ياما have ياما take ياما get وطبعا هنا جاب ليه have هنحل بقى دلوقتي الاسئلة الموجودة في 77 والاسئلة ديت على درس اللي هو درس الظروف ودرس الصفات تعالى كده يلا نشوف number one والهنا سلمة سلمة بتتحدس اللغة الانجليزية اكيد طبعا هنا ايه واو لستخدمت الظرف عشان انا عاوز اوصف الفعل ان لو هتوصف الفعل بتاع الجملة وعاوزت عربه يحصل ازاي باستخدم الظرف لكن لو بوصف اسم باستخدم الصفة يعني المدرس بيعامل التلاميذ بتوعه ويبع هم بيحبوه يبقى احنا عاوزين نحط هنا ظرف يوصف لي الفعل يعرفني بيعامل التلاميذ ازاي وبالتالي الظرف هنا اللي هو ايه بطريعة طفة يعني او بطريعة طيبة من الضروري والمهم الا تقود الا خد بالك من نفي يعني الا تقود بايه عندما يكون الجو بيمطر يبقى مش من الطبيعة مش من اصل من المهم الا تقود باهمال تمام عندما تكون الجو بيمطر وايه باهمال يعني طيب احنا برضو هنا محتاجين لزرف عشان اوصف الفعل يسوء ازاي يبقى الظرف هنا يا اما كيرفو كيرفولي يا اما كيرلسلي يا اما بحرص يا باهمال وبالتالي هنا بقول لك لا يسوء من المهم الا يعني بقول لك من المهمة الا تقود بايه بشكل مهم بعد كده يعني هم ايه جلسين يبقى هم جلسين ازاي عايزين برضو نعرف وصف الفعل جلسين بطريقة سعيدة اللي هي بعد كده بقول لي الاولاد يعني منتظرين منتظرين بشكل متحمس للمباراة برضو عاوزين نعرف الفعل ده وصفه عامل ازاي يبقى منتظرين بشكل متحمس احنا في نهاية اليوم يبقى عاوزين برضو هنا نوصف لايه الفعل عاوزين نعرف هم بيغدروا الضيوب بيغدروا ازاي بيغدروا بسرعة ببطل ازاي يبقى بلتالها استخدم برضو هنا الظرف ولما شرحت لك قلتلك ان الظرف غالبا بيجي قبل الفعل ولكن احيانا بحط الظرف قبل الفعل زي ما عملنا هنا كده نيجي بعد كده لي هي ايه زكية بعد كده هي بتزاكر بتزاكر ازاي يبقى بتزاكر باكتهاد وبكده دي وبكده دي يعني وقولتلك برضو اوعى تطلبت ما بينها ما بين دي معناها بالكاد طيب قلنا ان في مجموعة من الصفات صفات شازة تحفظ تحفظ زي ما هي زي الصفة الظرف منها ايه وبقيت الصفات بقى تبقى صفة وزرفة بدون اي تغيير وكانت من ضمنها يبقى والدية عاوزوا لي بيشتروا بسرعة بعض السنة والشات طيب بسرعة يعني يعني برضو هنا محتاج للظرف ده عشان اوصف الفعل ده وعربي يشتروا ازاي اما هنا بقولي يعني المدارس نظر الي يبقى نظر لي ازاي برضو عاوز اعرف النظرة والفعل دي كان العامل ازاي باوصف الفعل هنا بالظرف اللي هو يعني بطريقة غاضبة بعد كده انا بقى بشكل كويس في المدرسة وباستمتع بطلات الاسبوع مع عائلتي يبقى بالتالي هنا هاستقدم ايه ليه هاستقدم هنا عشان عاوز اوصف الفعل اللي هو واشوف انا بقدي ازاي بشكل جيد السؤال اللي معنا بعد كده تصحي الخطأ ونمبر ون هنا بقولي يعني اللي هما الاطفال بيغنوا بيغنوا ازاي يبقى بيغنوا بشكل ايه مرتفع اللي هي برضو هنا محتاج لزار في المصطفة عشان انا عاوز اعرف الفعل اللي هو يغني ده بيحصل ازاي في الملعب برضو هنا انا عاوز اعرف اختي بتتحدث ازاي يبقى هحط هنا ظرف يوصف للفعل اللي هو يعني بطريقة هادئة او بهدوء يعني هذا او ذلك الطائر بيطير بيطير ازاي برضو عاوز اعرف احط هنا ظرف يوصف للفعل والظرف من كلمة هي فاست زي ما هي يبقى بيطير بطريقة سريعة جدا برضو هنا عاوز اعرف انت بتتحدث ازاي يبقى هوصف الفعل برضو الظرف اللي هيوصف للفعل من جود هو نتحدث نجيده بشكل جيد لا تجري في الشارع يبقى برضو عاوز اقول لك لا تجري بشكل سريع برضو هوصف الفعل بسرعة او بشكل سريع يعني لكن دي صفة بمعنى سريع كل شخص يجب ان هو يعمل وانه ان كلمة صفة وظرف بدون اي اضافة يبقى خلاها ايه بس وعشين من ال اللي هو الواي عشان دي معناها بالكاد وهنا بستخدمها كزر عشان اوصف الفعل اللي هو نعمل بقى دلوقتي اللي هي سبنتي ساب اه ناين سبنتي ناين تسعة وسبعين واول سؤال معنا كده في التست اللي موجود على الدرس الات والرابع سؤال القطعة وبنقرأها ونشوف الأسئلة اللي عليها بالكلام هنا على المراهقين المراهقين بيحتاجوا كثير من الاشياء للشعور بسعادة والنفيل من الافعال اللي في الانجلش اللي بتتبع بصفة بعد كي يجب انهم يحصلوا على بقى كثير من الراحة هم عادة ما بيناموش بالشكل كافي ولكن ده الوقت من حياتك اللي بتحتاج فيه لكثير من النوم يعني بولك ان الشباب اللي بيناموا من ثمانية لعشر ساعات يوميا او كل ليلة بيكونوا اكثر سعادة يجب على المراهقين هم يكونوا ودودين من الجايد انت تبقى من افردك احيانا لكن الناس بيحتاجوا بعضهم البعض يعني بولك قد وقت مع عائلتك وكمان حاول تكون صدقات لانه ده بيجعل المراهقين سعادة يعني بولك المراهقين بيحتاجوا ان هم يخرجوا الناس بتحتاج للطبيعة لكي يشعروا بالسعادة كمان بيقول هنا ايه بيقول لي بقى بينصحنا بيقول لي لو انت عايش في المدينة اذهب للحديقة كمان بعدك يقول لي يجب ان هم يساعدوا الناس الاخرون يعني لما تعمل حاجة طيبة لشخص ما اخر ده بيجعلك تشعر بالسعادة ايضا تقول لي جربها او جربه جرب الموضوع ده يعني هتشعر بأساس جاية جدا يجب عن مواجهين نموة كمان يكونوا شاكرين ومتنين واحدة بقى من افضل الطرق ان انت تكون سعيد هي ايه بقى ان انت تحس بالسعادة بخصوص الاشياء الجيدة في حياتك وكمان تشعر ايه باستعادة اتجاه ان انت هنا تتذكر يعني بولي ان انت تتذكر الحاجة الكويسة في حياتك وتشعر باستعادة ايه بشأنها تعاكده يلا نشوف هنا الاسئلة اللي على الفطع ايه الفكرة الرئاسية بتاعت الايه النص ده طبعا يعني ممكن نكتب كلمة تين ايجرز او اقول ايه هي بقى القطع اولاد هنا بتتكلم على المراقين في نمبر تو هنا بقول لي يعني الكلمات المنجودة تحتها الخط اللي هي بتشير لي ايه احنا قلنا طبعا فوق من هو لكن الناس بيحتاجوا بعضهم البعض وبالتالي دي بتشير لي مين بتشير لي الايه يبقى عشان دي كلمتين مش كلمة واحد اللي بعد كده هنا بقول لي يعني بياخد بقى رأيي كده وبقول لك في رأيك ايه افضل طريقة تخليك مراهق سعيد طبعا ده عندك طرق كتير ولكن احنا ممكن نستخدم الايه الطريقة الاخيرة دية اللي هو بتاعت ايه بقى اقول له طبعا في الاول كده في رأيي خلاني اكتبه هنا كده in my opinion او ممكن اقول ايه i think يبقى in my opinion ايه بقى نحط بعدها كما the best way يعني اترأيي افضل طريقة is to remember وبعد كده اولاد عشان بس المكان ما فيش بعد كده هنكمل من هنا بقى يبقى هقول in my opinion the best way is to remember the good things in your life and feel pleased about them يعني انت تتذكر حاجة كويسة في حياتك وتشعر بسعادة اتجاهها four والي هنا people should sleep hours a night يعني الناس يجب انهم يناموا كم ساعة كل ليلة احنا قلنا من ثمانية لعشرة وهنا جاب ايه eight someone who lives in the city can go to الشخص اللي بيعيش في المدينة بيقدر يزعب ايه to enjoy the nature عشان يستمتع بالطبيعة يبقى الحديقة a grateful person is the one who الشخص الشاكل ومتن هو اللي يبقى people هو الشخص اللي بيشكر الناس ويشكر يعني thanks الاسألة اللي معنا بعد يكاسب على and وهنا بيقول انا مراهق ولكن احيانا بشعر بالقلق بخصوص الاشياء والتالي انا مراهق عادي وعادي يعني اما هنا بقول لي كل يوم كده وبعد كده رسال النصية من صحابي يتلقى ويحصل على يعني هي اللي بتيجي مع كلمة ايه يعني يوجد صفور حدة وبعد كي بقول لك يجب ان انت تكون ايه يجب ان تكون حذر او حريص اللي هي طبعا هنا مش هستخدم بشكل حريص لانا مش بوصف الفعل لانا بوصفك انت وبقول لك يجب ان انت تكون حريص يبقى طبعا عندنا هنا كلمة time بيجي معاها ايه بيجي معاها يعني يقضي وقت ايه افضل يعني استخدم هنا حتى انت لو تيجي تقول له واحد اتمنى لك وقتا وبعد كده بقول لك يعني كلنا بنعمل وبنستريح وبعد كده هنا يعني في اوقات مختلفة يبقى في اوقات مختلفة دي اسمها في اوقات مختلفة اخر الصفحة بقى معنا في فيديو النهارد اللي هي صفحة 80 80 وهنا في نومبر 6 يجب انت تكون ايه يبقى يبقى ان انت تحس ايه بقى ان انت تكون شاكر طبعا اللي هي تكون شاكر ليه الحاجات الكويسة في حياتك وكمان تستمر في العمل الجد بقولك الكلمة دي في غاية الاهمية يعني الطقس كان سيء جدا ولكنهم ايه بقى يبقى بالتالي هما استمروا في لعب كرة القدم او في لعب المباراة واستمر يعني ما توقفوش يعني بقولك امشي وبعد كده طبس وإلا هتفقد ومشي هتلحق يعني وبالتالي هنا بقولك اجري او امشي بسرعة طيب بسرعة يعني ايه طبعا محتاج هنا لزرف يا ولادي يوصف لمن يوصف للفعل والزرف هنا اللي هو كلمة ايه ممكن واحد يستلغبط ولا ايه تم كلمة كويكما برضو معناها سريع اقولك معادية صفة لكن لو كانت كانت تبقى صح برضو وبعد كده هو سواء ايه يبقى احنا محتاجين هنا لصفة توصف للسواء توصف للقسم مش مش زرف هنا ده بيسوق باهمال جدا يبقى هو كده سائق مهمل ومهمل يعني ده بيتكلم اللغة انجليزية بشكل جيد اكيد يعني وكمان بيساعد تلاميذه انهم يتحسنون وطبعا يتحدث بشكل جيد يعني محتاجين لزرف يوصف الفعل مش القسم سؤال تصحير خطأ هنا بقولي دكات اندى صاني يعني القطة جالسة في الشمس ايه بطريقة كسولة عاوزوا يقول لي كده بطريقة كسولة يبقى برضو هنا محتاجين لزرف ليه عشان نوصف الطريقة اللي بتاجلز بيها يعني اوصف الفعل يعني بيقول هنا ان هي بتقدر تجاوب كل الاسئلة برضو بسهولة عاوز اعرف بالجاوب ازاي يبقى وما تنساش تحول الواي الى وطبعا هنا محتاجين لزرف ليه عشان يوصف الفعل اللي هو اللي معناها يعني هم بينزروا الى الفازة المكسورة اه اكيد بحزن بطريقة حزينة بيبصوا ازاي يعني يبقى استادلي برضو هنا هنستادم زرف عشان اعرف الفعل ده حصل او بيحصل ازاي نجيب بعد جاة ليه يعني الرجل قبل العرض وجاب هنا كلمة ايه اه طبعا هتبقى هنحط لها عشان تبقى معناها بطريقة مباشرة يبقى معناها الكلمة كلها ونحط ايه في الاخر تبقى تعالوا كده نحن لي مع بعض الاسئلة اللي هي خاصة بالطلبة طبعا المتفوقين او كده بيقافها تحدي شوية ولهن يعني الطلاب ما كانوش ايه سعداء وبعد كده طبعا انت واخد فيه الجدول بتاعك كلماتي ان بيجي بعدها فممكن تستعجل وتروح تفطر فهقول لك هنا ايه غلط ليه لان لما بيجيب بعد بيجيب بعدها ايه اسم بيجي بعدها ايه اسم لكن هنا ده ده فعل في المصدر والفعل في المصدر بيجي قبله ايه يبقى لك ايه سعداء انهم ايه ما كانوش سعداء ان هما وجدوا كثير من القمامة والزبالة طيب نشوف بعد كده يبقى اخويا الايه يبقى مريض يبقى هنا احنا يعني حزناء جدا وبالتالي اخويا الايه اخويا اللي هو اللي هو المتوسط اللي هو في النص يعني يبقى بعد كده بقى هنا انا بشعر بايه وبعد كده جود يبقى اي فيل ريلي جود ريلي جود مش ريال يبقى احنا عوزينا بمعنى اقن ليه ريال لكن كلمة ريال معنى حقيقي هو شعر بايه وبعد كده عندما حصلها درجات عليها قلت لك ان الفعل فيل او الماضي بتاعه فلت من ضمن الافعال اللي بتتبع بصفة وبالتالي هخلانه انه هو شعر بالسعادة يبقى هابي اخر السؤال بقى معنا في فيديو النهاردة هو سؤال بقولي هنا اكتب طبعا هنا عن ماذا يجب على المراقم ان يفعلوه وماذا لا يجب ان يفعلوه فاكده اللي نشوف الموضوع اللي معنا اول حاجة كده بقولك يعني المراقين يجب ان هما يستخدموا وقتهم يعني بالطريقة جيدة there are some tips tips دي معنى نصائح يوجد بعض النصائح that can help teenagers to feel happy ان هما ساعدهم ان هما يشعروا بالسعادة and to achieve their goals ويحققوا اهدفهم ايه بقى هي الحاجات دي بقى ركز كده وشوف النصائح they should sleep enough time at least 8 hours يجب ان هما يناموا نوم كافي او وقت كافي على الاقل 8 ساعت most of them like staying up late معظمهم بيحبوا يصهروا الوقت المتأخذ but it isn't useful for their health ولكن ده ليس مفيدا لصحتهم it's important for them to make new friends to be happy أو to feel happy يعني بقول لي من المهم ليهم ان هما يكونوا صدقات جديدة عشان يشعروا بالسعادة they can travel to open places ممكن يسافروا الى الاماكن المفتوحة like مثلا like parks مثل الحضائق كمان هنا بقول لي nature makes them happier يعني الطبيعة بتجعلهم اكثر سعادة او اكثر سعادة it's important من المهم for them to remember the good things in their life كمان من المهم ان هما يتذكروا الحاجات الكويسة في حياتهم وكده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدت منه ضروري جدا بقى تدفعه مع الفيديو باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا والتفعيل زر الجرس لو اول مرة تشاهدونا ولو مش عارف توصل لاي فيديو علق بتعليق بطلبك واتليني برد عليك على طول باللينك اللي هيوصلك للفيديو على طول واعملوا شير كتير لاسم قناتنا على الصفحات التعليمية على الفيسبوك اشوفكم داعي خير والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته